شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ترافقه وزيرة الثقافة إناس عبدالدايم افتتاح فعاليات الدورة الثالثة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب ويقام المعرض خلال الفترة من السادس والعشرين من يناير إلى السابع من فبراير الفين اثنين وعشرين تحت شعار هوية مصر الثقافة وسؤال المستقبل وتعد هذه الدورة إحدى أكبر التجمعات الفعلية للناشرين على مستوى العالم حيث يشارك فيها ألف وثلاثة وستون ناشرا مصريا وعربيا وأجنبيا وتوكيلا من إحدى وخمسين دولة وقال رئيس الوزراء ان انتظام معرض القاهرة الدولي للكتاب في موعده الرسمي يعد رسالة إيجابية تعكس اهتمام الدولة المصرية بعودة انتظام خارطة الفعاليات المحلية والعالمية التي تأثرت توقيتاتها نتيجة جائحة فيروس كورونا والتي لا تزال تلقي بظلالها على العالم بأسره ترجمة نانسي قنقر